السيولة القضية التي لطالما أرهقت كاهل القطاع المصرفي السعودي في الفترة الأخيرة ووصلت انعكاساتها إلى عموم الأنشطة الاقتصادية في البلاد تصل اليوم إلى مرحلة توحي بقرب الانتهاء من تداعياتها بشكل كبير فسامة التي أدركت خطورة خفاض مستويات السيولة وارتفاع معدلات الفائدة بين البنوك عمدت إلى ضخ المزيد من الأموال في القطاع المصرفي وذلك في مسعى منها لحل هذه القضية وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة في الوقت نفسه إصدار السعودية لسندات دولية بقيمة 17 مليار وخمسمائة مليون دولار وتحويل حصيلة هذه السندات إلى داخل المملكة شكلت إحدى أبرز خطوات سامة في دعم سيولة القطاع المصرفي لكن سامة لم تكتفي بذلك أيضاً بل عمدت إلى تقنين إصدارات السندات المحلية ما خففت ضغط على سيولة القطاع المصرفي وأدى بالتالي إلى تراجع معدلات الفائدة بين البنوك سداد مستحقات القطاع الخاص شكل وجهاً آخر لخطوات الحكومة السعودية في تحفيز الاقتصاد والقطاع المصرفي في آن واحد فقد دفعت الحكومة ما يصل إلى 40 مليار ريال من المستحقات المتأخرة التي تدين بها للقطاع الخاص وهو ما يشكل 25% من إجمالية هذه المستحقات لا يمكن الاقتصاد أن ينمو بلا دعم من القطاع المصرفي كما لا يمكن للقطاع المصرفي أن يعمل بلا سيولة وهو أمر تداركته السعودية بوضوح من خلال خطواتها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر